قال ليه العطار القديم القرنفل والليمون الاسود كنز للجميع محدش يتوقعه هيصغرك عشرين سنة حتى لو عندك او عندك سبعين سنة ايوة زي ما بقولكوا كده الليمون الاسود والقرنفل كنز للشباب والبنات للكبير والصغير صلوا على رسول الله ولو اول مرة تشوفوني انا متضخمامة سولاء اسراء ودي قناتي على اليوتيوب في البداية كده اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان كل ما نزل فيديو جديد او وصفة جديدة يوصل لكم اشعار بيها ويلا بينا نشوف العظمة دي لان فعلا كنز للجميع في البداية كده اول مكون انا هستخدمه والاساس جدا في وصفة النهاردة هو الليمون الاسود او لأسماء اخرى تانية كتير جدا زي الليمون المجفف فاكتبولي اسم البلد اللي بتشوفوني منها دلوقتي بتشوفوني من اي بلد او من اي دولة واكيد اهلا وسهلا بالجميع واكتبولي هو اسمه ايه في البلد اللي بتشوفوني منها بعد كده بتجيبي الهون وبنبدأ ان احنا نحط الليمونية ونبدأ كده ان احنا نطحنها بالطريقة دي عايز اقولكو كنزة بعد كده بقى بنحط عليها حوالي خمستاشر عود من القرنفل او المصمر يلا يا حباب البي لايك وكممنت حلو زيكم اشتركوا في قناتي ووصلوني للمليون مشترك هنتحن بقى بقدر المستطاع احنا مش عايزينه بودر ولكن يا دوب كده عايزين نفتت القرنفل ونفتت الليمون عايزين ناخد المواد او المكونات اللي جواها بكل سهولة وفي اقصر وقت ممكن فانا هجيب بقى كوباية كده بعد ما طحنتها طحن خشن ما ترميش اي حاجة خالص من الخليط ده لان قصما بالله ده كنزة هبدأ كده ان انا اخد كل المكونات وحطها في كوباية ده شكل القرنفل وشكل الليمون بعد ما طحنته يعني ايه خشن مش بودر يدوب كده ايه نكصر كل المكونات بعد كده مية مغلية وركز او في الحتة ديت ربع الكوباية فقط هنمليها بالمية المغلية لازم المية تكوني لسه طفي عليها النار فانا هنا استخدمت ربع كوب من المياه المغلية هقلب كويس جدا للوهلة الاولة كده الاول ساني هتلاقي ان لون المية تغير من اول نظرة كده في الساني هتلاقي لون المية بدأ يتغير خالص هتغطي الكوباية وهنسبها بالزبط خمس دقائق فقط لا غير في المرحلة دي هنجيب طبق تاني وهستخدم هنا ملعقتين من البن القهوة يعني انا هستخدم هنا البن السادة مش البن المحوج والمقصود بالبن السادة لان في ناس كتير جدا اللي هو بدون اي ادفات في بالبندق بقى في بالشوكولاتة في بحاجات كتير جدا فانا هستخدم اللي هو السادة فقط عبارة عن بن فقط لا غير ومطحون بعد كده الليمونية هتجيب بقى صفاية ولازم الصفاية مش عصارة الليمون وهنبدأ ان احنا نعصر الليمونة كاملة اللي احنا بنعمله ده هيقعد معنا بالشهر قصما بالله كنز كنز لي الجميع ناس الكبيرة في السن الشباب البنات الرجال الاطفال بصوا ده عظمة هنا بقى بعد خمس دقايق لون المية تغير خالص اللي هو اللون البني المحروق تماما اللي مية للصمار كده اعرافي بقى ان انت خدت كل الفوائد العظيمة اللي في الليمون الاسود والقرنفل وكمان حافظنا على كل الزيوت الطيارة اللي موجودة في المكونات المنقوعة اللي انت هتغديه من الكوباية ديك لا يقدر بسمن يعني عايز اقولك يمكن اغلى من الزهب كمان واغلى من الياقوت واغلى من اي حاجة هنخلط ده الليمونة كده مع الاهوة هتدينا ايه خليط كده مرمل فانا هحاول بقدر المستطاع ان انا اخرط الليمون الاول مع القهوة واللي في الملعقة ده هشيله كده بملعقة تانية عايز اقولكم الريحة حلوة جدا بما اني من عشاء القهوة اصلا فالريحة حلوة ريحة القهوة مع الليمون حلوة وريحة القرنفل مع الليمون المجافف خطيرة صفايا بقى وهصافي كل الكلام ده وحاول بقدر المستطاع ان احنا منسيبش اي منقوع خالص في الشوائب اللي بقية صلوا على الرسول الله لايكم انت حلو زيكم اكتبوا اللي بتشوفوني منين ورجاء يا حبيب قلب اختكم او حاسين ان انا بقدم محتوى مفيد او ان انتم بتستفادوا من فيديوهاتي وقناتي فما تبخلوش علي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان طبعا كل منازل فيديو جديد خصوصا ان انتم عارفين ان انا وصفاتي كلها جديدة حصرية اي افكارها جديدة وفعلا رهيبة فاشتراكوا في قناتي كده علشان يوصلك دايما اشعار بكل فيديو جديد وهنا انا استخدمت بعد ما خلطت كل المكونات سوا ملعقة من جل الصبار الاولوفيرا جل جل الصبار لو عندك صبارة في البيت تقدار يتاخدي منها الجل الطبيعي ما عندك يش يبقى اشتري جل صبار زي لانا شريعة ده واستخدام ملعقة واحدة فقط اخلطي بقى وهنا هتلاقي القوام تقل شوية انا مش عايزينه يبقى عاجينة احنا عايزينه نسيابه تماما ولكن تقيل سنة نفس القوام ده ونفس الشكل ده نخلط ده كويس الاولوفيرا جل مع بقية المكونات اللي هو جل الصبار بعد كده بقى بتجيبي برطمان تكون غسلة كويس تكون معقمة ما فيهوش مياه نهائي يكون جاف تماما وهتبدأي تنقل كل المكونات اللي في الطبق في البرطمان بالطريقة دي فكرة بمليون جنيه فعلا رهيبة ومحدش يعرفها كنز قصمان بالله كنز دي بتستخدم لايه ودي بنعملها لايه يلا هقول لكم كل حاجة كده بالتفصيل لاني ناس كتير قالت لي يعني فصلي وقول لنا بنستخدمها ازاي ما تسرعيش الفيديو فاوكي بصد يا جماعة احنا عارفين ان في ناس كتير قوي بتعاني من مشاكل الشعر سواء الطول سواء الكسافة سواء الانبات سواء الشعر والابيض فاحنا هنقول اول حاجة كده ان دي بتتفرط كده على فروة الراس كل يوم او تلات مرات في الاسبوع على حسب ما انت فاضي او انت فاضي لو انت النهار ده فاضي تعملها يوم ويوم مش مشكلة اهم حاجة ما تعملوهاش اقل من تلات مرات تمام بتبدأوا كده بفرشة الشعر تفردوها على الفروة بتاعة الراس الفروة تفرد على فروة الراس فقط لغير مش عالشعر لا افرديها كده على فروة راسك واتدلكيها لمدة عشر دقايق وبعد عشر دقايق بناخد الفرشة ونفرد دقا على شعرنا نفسه على بصيلات الشعر نفسها وتسيبوا كل الكلام ده على شعركم لمدة نص ساعة فقط لا غير تمام اهم حاجة تدليق فروة الراس بالخريط لمدة عشر دقايق طبعا البرطمان ده هيعد عندك في التلاجة بالاسبوع طريقة الحفز بيحفظ فيه استلاجة ده بيعمل ايه ده بيعالج السبب الرئيسي اللي بسببه بيظهر الشعر الابيض ومش بيصبغه لكن هو بيعالج السبب الرئيسي اللي بسبب بيطلع الشعر الابيض فبيقدي تماما على الشعر الابيض مش بيخليه يطلع مرة تانية بترجع لون الشعرية للونها الاصلي بترجع شباب تاني الشعرية زائد بقى ان ده اقوى وصفة في حياتك هتشوفيها على الاطلاق لانبات الشعر وتطويل الشعر فاقل من اسبوع هتلاحظ الفرق زائد انها بتكسف الشعر جدا بتقل الشعر جدا بترمم الشعر لو في بقى عايز اقولك ايه بتعملي سبغة او شعرك مرهق او شعرك مرهق اه ما بتهتموش به فهو ده لو عملتها تلات مرات في الاسبوع ولو ادعا بقى للهيشال للتقصف للتساقط الشعر زائد ان في ناس كتير بيبقى عندها صلع او عندها فراغات في الشعر دي بندهم بها الفراغات زي ما قولتلكوا الطريقة من شوية عايز اقولكو بتنبت الشعر بطريقة غير طبيعية هتلاقي شعرك كده ما كانش بيطلع في المنطقة دي بقى بيطلع فدي اقوى حاجة تقدر تستخدميها لانبات الشعر القضاء على الشعر الابيض لتطويل الشعر وتكسيف الشعر منع التساقط علاج للهيشان علاج للتقصف بتاع الشعر فعلا هتخلي شعرك حرير زي البروكة جربوها واشتركوا في قناتي وفعلوا زي الجرس واشوفكم على خير اشتركوا في القناة